السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم محمد أحمد ودي قناة فيكراس دي لوحة جديدة وصلتنا من شركة بي سي بي واي تصميم جديد أنا عملته علشان اعمل بي اكتر من مشروع هنوضحه مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده وده شكل اللوحة اللي موجودة معي اللي مؤتمد فيها على اتي ميجا 328 اللي بتتحكم في اتنين درايفر علشان نقدر نشغل اتنين ستبر موتور وكمان اتنين سيرفو موتور معنا وكمان خرقت منها كل اطراف الانالوج معنا علشان نستخدمها زي ما احنا عايزين اول حاجة في اللوحة بتاعتنا تيرمنال لدخول الطيار معه في وزو ضيود لحماية اللوحة من عكس الاقطاب بتاعتنا وكمان بعديهم فيه اتنين كابستور ومعهم مقاومة واحد كيلو ولامبة علشان تشتغل معنا وتوضح ان البور بتاعنا متصل بعديها فيه دايرتين لتنظيم الطيار اول واحدة معنا بتعتمد على الام 317 ومقاومة متغيرة نقدر من خلالها نعدل الفولت بتاعنا علشان نقدر نوصل الفولت لنوع السيرفو اللي موجود معنا على حسب نوع السيرفو نوصله الفولت اللي هو محتاجه بعدين في دايرت تنظيم طيار تانية بتعتمد على ريجيليتور L1117 5 فولت عشان يغزي معنا الاتي ميجا اللي هي المتحكم اللي موجود معنا في البرضة اتي ميجا 328 من نوع اس ام دي واكيد الاتي ميجا اللي معنا يحتاج كريستل 16 ميجا هرتز ومعه 2 بي اف 22 كابستور علشان طبعا يحدد من خلالهم الزمن بتاعه وبعدين السوكت اللي هنركب فيه الدرايفرات بتاعتنا اللي بنستخدم فيه بين هيدر في ميل وطبعا نقدر نركب فيه انواع كتير من الدرايفرات اللي وضحت اسمقها امامك دلوقتي وطبعا في تصميم زي ده نستخدم فيه اتي ميجا اس ام دي ما ننساش الاطراف بتاعت البرمجة وخاصاتها مع اطراف البوت لودر اللي هي بتكون الطرف رقم 11 و 12 و 13 وطبعا بنستخدم معهم الريسيت وكمان اطراف البرمجة زي الار اكس والتي اكس وطبعا معنا برضو الريسيت عشان نقدر نحن نرفع الاكواب بتاعتنا على الاتي ميجا بدون ما نرفعه ونحتاج لاي سي برو جرامر وكمان هنا انا مخرج زي ما اوضحت اطراف الانالوج بتاعت كلها من ازيرو ال افايف الست اطراف الانالوج اللي موجودين معنا علشان ممكن نستخدمهم للبرده بتاعتنا وهنا كمان مخرج معي اطراف الديجتال ومعهم اطراف الانالوجة بخمسة فولت والجيني دي كمان عشان هنحتاجهم معنا برضو في المشاريع اللي هننفذهم بالبرده وكمان مخرج مع اطراف الديجتال 3 ومعها موجودة بخمسة فولت والجيني دي ممكن بعد كده استخدمهم في اي حاجة تانية الفيديو ده برعاية بي سي بي وي بي سي بي وي هي الشركة الدعمة لاغلب المشاريع اللي بنعملها في القناة وهي اللي بتعمل لنا البي سي بي الخاصة بكل المشاريع دي وتجربت معاهم مرضية جدا وكمان لوحتهم ممتازة وعلى درجة عالية جدا من الاحترافية اول حاجة بتسجل دخول في الموقع بالطريقة اللي تناسبك بعد كده بتضغط هنا بعدين بتختار التصميم بتاعك بشكل منول او بتختار كويك اردر وبترفع ملف الجيربر بتاعك من هنا وبتنتظر لما ملف الجيربر يتحمل وبعد كده بتختار طريقة الشحن والدفع اللي تناسبك وبتنتظر ان شاء الله عشان يوصلك في اسرع وقت هنبدأ في تجميع اللوحة وهنبدأ معاكم بتركيب الاتي ميجا ده اللي هو وضحه معاكم لان نبقى القطع قبل كده في فيديوهات كتير لكن الاتي ميجا هي اللي بصر ان انا هو وضحها في الفيديوهات علشان الناس بكون مستصعبة تركيب الاتي ميجا الاس ام دي وشايفة انها صعبة فهوضح معاكم بطريقة تانية انت بتثبتها طبعا من طرفين وبعد كده بتضيف قصدير كما عملنا في الاتي ميجا 2560 هنبدأ نضيف قصدير بزيادة اهم حاجة نتأكد ان الاطراف اتوصلت في البوردة بشكل جيد مش مهم الاطراف تكون ملمسة في بعضها زي مواضح بعد كده بعد ما بخلص اضافت القصدير ببدأ اضافت عليهم فلاكس طبعا الفلاكس في الشتاء بيكون صعب شوية لكن نضيف الفلاكس وبعد كده ببدأ ان انا اشيل القصدير الزيادة عن طريق ان انا بنضيف سن المكوى وبعد كده بنزل سن المكوى وبمشيها بالطريقة اللي انتو شايفينها امامكو دي علشان تبدأ تاخد القصدير الزيادة اللي موجود على الاطراف بتاعتنا ونضيف سن المكوى ونرجع نقرر العملية في الاربع اتجاهات علشان نشيل القصدير الزيادة من على ال 32 طرف اللي موجودين معنا في الاي سي زي مواضح امامكو كده انا شيلت كل القصدير الزيادة من على الاي سي المعنى الاتي ميجا 328 وبعد كده طبعا بتاكد باستخدام العيدسة المكبرة او لو عندك كاميرا مثلا ممكن تقربون الكاميرا عشان تكبر الصورة وتشوف الصورة بوضوح زي مواضح امامكم ان كده الاطراف بتاعتنا كلها مفيش اي حاجة ملمسة في التانية وكلها متصلة بالبوردة ده شكل البردة بعد انتهينا من تجميع كل القطع اللي موجودة معنا انا استخدمت 22BF من نوع اس ام لا استخدمت السرهول وده صورة اوضح للوحة لكي تشوفوا القطع اللي انا استخدمها من شكل اوضح لكي تستطيع التركب نفس القطع وتكون شايفة كل حاجة بالتفصيل معنا بعد ما عرفنا كل المكونات اللي محتاجين لكي نركبها في اللوحة اوضح لكم دلوقتي ايه المشاريع اللي انا عملت لكي نفذها معكم في القناة وان شاء الله هنفذها كلها في فيديوهات جاي بإذن الله مثل مشروع مكينة لف المحولات او لف المحركات او المكينة اللي من خلالها هتقدر تلف اي حاجة سواء كان خيط او سلك بحيث انك تلفه بشكله منظب وبالعدد اللي انت محتاجه وكمان ممكن نعمل من خلالها ستند دوار او روتري ستند اللي تقدر من خلال انك تعرض المنتجات وهندعمه معنا بالRGB بحيث انه يدي شكل كويس للمنتج اللي انت هتعرض عليه وكمان هنقدر نعمل باللوحة دي بلانسنج روبت او الروبت اللي بيعتمد على الاتزام من خلال الجيروسكوب وهنستخدم معنا كمان ستبر موتور علشان يكون اضق كتير من البراش موتور لكن اول مشروع هنبدأ ان نشتغل فيه مع بعض هو سري اكسيز كاميرا سلايدر او كاميرا سلايدر بثلاث محاور من خلال ان نحن نحرك الكاميرا في ثلاث محاور اللي هو ال اكس وال 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 ز زي مواضح امامكم دلوقتي انا بقدر احرك الكاميرا بتاعتي في ثلاث محاور تقدر تتحرك بشكل خطي وكمان اقدر اثبتها على الهدف اللي انا بصوره زي مواضح امامكم دلوقتي لكن لما انتهي ان شاء الله من المشروع بشكل كامل بحيث ان اقدر ازبط الكود او الماتيريال بتاعه بحيث انه ميكونش فيه هزة خالص في التصوير والتصوير بتاعنا يكون احترافي بشكل احترافي بمعنى كلمة احترافي يعني لما نعمل منتج يكون منافس بجد للمنتج اللي موجود اللي احنا بنقلده او اللي احنا بنعمل زيه وكده اكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو تنسوش تدعمونا بلايك وتسيبو لنا دعوة حلوة من قلبكم في التعليقات وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين وتشاركوا الفيديو وبين اصدقائكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي وكالعادة تذكير الخير ايه عملت طيب اليوم ساعت محتاج زورت مريض وصلت رحمك او حتى سمحت حد كان في بينك وبين خصومه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته